بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدس مئة وواحد وثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبرك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض باب ميراث المفقود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله باب ميراث المفقود المفقود هو من خفي خبره فلم تعلم له حياة ولا موت هذا هو المفقود عند الفقهاء قال من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد نعم المفقود له حالتان حالة يكون الغالب عليه السلامة كمن سافر لتجارة ولم يرجع أو غير ذلك مما غالبه السلامة خفي خبره ولم يعلم له حياة ولا موت لكن الغالب عليه السلامة لأنه ليس فيه خطر كمن سافر لتجارة أو لطلب علم أو لسياحة أو غير ذلك فهذا ينتظر به مدة العمر الغالب وهي تسعون سنة منذ ولد فيحسب من ولادته إلى تمام تسعين سنة لأن الغالب أنه يعيش إلى هذه المدة وكونه يزيد عن تسعين سنة هذا من النادر ولآثار وردت في هذا عن السلف في تقدير هذه المدة هذه حالة فإذا مضت تسعين سنة ولم يعلم له خبر فإنه حينئذ يحكم بموته لأنه لو كان حياً لتبين خبره في أثناء هذه المدة وليس المراد أنه ينتظر تسعين سنة من فقده وإنما منذ ولد فلو فرضنا أنه فقد وهو بن سبعين سنة لو فقد وهو بن سبعين سنة فإنه ينتظر عشرين سنة تمام التسعين ولو فرضنا أنه فقد وهو بن خمس وثمانين سنة فإنه ينتظر خمس سنين لأن الغالب أنه ما يتعدى التسعين هذا معنى قولهم منذ ولد يعني لا منذ فقد فإذا مضت المدة مدة التربص يسمونها مدة التربص وهي الانتظار التربص معناه الانتظار إذا مدت مدة التربص وهي تسعين سنة من ولادته فإنه حينئذ يحكم بموته ويقسم المال بين وراثته الموجودين حين الحكم بموته حين الحكم بموته نعم وإن كان غالبه الهلاك الحالة الثانية أن يكون غالب سفره الهلاك كمن فقد في مفازة مهلكة ليس فيها ماء أو فقد بين الصفين في الحرب أو سفينة في البحر غرقت أو انكسرت فهذه حالة يغلب عليها الهلاك فهذا يضرب له مدة أربع سنوات قدر ما يأتي الناس يذهبون تأتي الأخبار من هنا وهناك فإذا مضت أربع سنين من فقده وغالبه الهلاك فإنه يحكم بموته وتعتد زوجته عدة الوفاة ويقسم ميراثه على الموجودين حين الحكم بفق بموته حين الحكم بموته هذا إذا كان غالبه الهلاك نعم قال وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق فيه مركب فسلم قوم دون قوم أو فقد من بين أهله أو خرج من بين أهله هو في بيته وخرج للصلاة ورحب يجيب غرضا من السوب نعم ولا رجع وطالت المدة وما رجع هذا يغلب عليه الهلاك لأنه لو كان حيا لجاء إلى أهله وإلى بيته نعم أو في مفازة أو في مفازة وهي البر الذي ليس فيه مهلكة نعم انتظر به تمام أربع سنين منذ تلف هذا غالبه الهلاك نعم أربع سنين منذ تلف منذ فقد منذ فقد العبارة عندنا كذلك لا منذ فقد نعم ثم يقسم ماله فيهما ثم يقسم ماله في الحالتين حالة مضي تسعين سنة منذ ولد وحالة منذ تسعين سنة منذ أربع سنين منذ فقد يقسم ماله على الموجودين من ورثته دون من مات قبل ذلك لأنه لم يغلب على الظن موته فليس له شيء ليس لمن خلفه شيء حتى يحكم بموته لأن حكم الحاكم ينزل منزلة منزلة اليقينة وغلبة الظن نعم هذا ما ذكروه هنا والصحيح أنه لا لا تقدير محدد لانتظار المفقود وإنما هذا يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم وهو يختلف في كل وقت بحسبه ففي الوقت الماضي كان الأخبار تتأخر لبعد المسافات وعدم وسائل الاتصال السريعة فيحتاجون إلى مدة أطول فالقاضي يقدر المدة المناسبة لذاك الوقت نعم وأما في وقتنا الحاضر لما وجدت الاتصالات السريعة وتقاربت البلدان والأخبار تأتي بسرعة والاتصالات تمكن بسرعة ففي هذه الحالة لا يحتاج إلى تقدير تسعين سنة واربع سنين وإنما يجتهد الحاكم في تقدير المدة المناسبة التي يغلب على الظن بعدها أنه غير موجود فهذا هو الصحيح نعم أحسن الله إليكم قال ثم يقسم ماله فيهما فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذن اليقين هذا حكم الإرث منه أما حكم إرثه هو إرث المفقود من مورثه إذا مات في مدة التربص إذا مات مورثه في مدة التربص يعني الانتظار فحينئذ ننظر فمن كان يرث في حالة وجود المفقود وحالة موته في حالة حياة المفقود وحالة موته على حد سواء فهذا يعطى نصيبه كاملا نعم ومن كان يرث في حال دون حال فهذا لا يعطى شيئا ومن كان يرث في الحالين متفاضلا فإنه يعطى الأنقص من حظيه ثم يوقف الباقي إلى أن يتبين الأمر نعم قال ووقف ما بقي نعم فإن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله إذا قدم فإنه يأخذ نصيبه الموقوف له إن كان بمقدار نصيبه وإن كان أكثر من نصيبه فإنه يأخذ حقه والباقي يرد إلى مستحقه نعم وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله أما إذا لم يأتي فالذي وقف له يكون حكمه حكم ماله يورث عنه يورث عنه ويكون من جملة تركته نعم ولباقي الورثاء يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه إذا كان الموقوف ليس للمفقود فيه شيء وإنما هو دائر بين الموجودين من الورثة ولا يدر لأيهم فإنهم له من يصطلحوا ويقتسموه لأن الحق لهم لا يخرج عنهم مثاله زوج وشقيقة وأخت لأب وأخ لأب مفقود فلو قدرنا أن المفقود حي حين موت المورر فإن الزوج له النصف ثلاثة والشقيقة لها النصف ثلاثة والأخ والأخت لأب ليس لهم شيء لأنهم عصبة ليس لهم شيء لأنهم عصبة فيكون وأما إذا قدر أنه أنه ميت فالزوج له النصف والشقيقة لها النصف ولغت لأب لها السدس تكملت الثلثين السدس تكملت الثلثين وتعول المسألة إلى إلى سبعة فحينئذ يوقف الباقي ولكنه ليس للمفقود ليس للمفقود وإنما هو لأحد لأحد الطرفين إما للزوج والشقيقة تمام نصيبهما وإما أنه للأخت لأب يدور بينهما وأما الأخ المفقود فليس له فيه شيء لأنه إما أن يكون حاجبا لأخته إن كان موجودا أو تكون أخته وارثة بالفرض إن كان مفقودا فالموقوف ليس للمفقود وإنما هو دائر بين الزوج والشقيقة والأخت لأب دائر بين الزوج والشقيقة أو للأخت لأب لأحدهما لأحد الفريقين فله من يصطلح عليه ويقتسم نعم أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ميراث الغرق نعم يراد بهذا الباب من عمي موتهم من ماتوا بحادث واحد وعمي موتهم كمن ماتوا بغرق أو بحريق أو بهدم إن هدم عليهم بيت أو جدار أو بحادث سيارة أو طائرة سقطت بهم أو انقلبت بهم السيارة ولا يدر أيهم مات أولا يعني إن نحن إذا علمنا السابق من اللاحق هذا لا إشكال فاللاحق يرث من مات قبله نعم إذا علمنا السابق من اللاحق فهذا لا إشكال فيه لأن المتأخر يرث المتقدم بالموت نعم وإذا علمنا أنهم ماتوا جميعا في لحظة واحدة فحين إذن لا توارث بالإجماع لأنه ليس فيهم يعني متقدم ومتأخر فلا يرث بعضهم من بعض لكونهم ماتوا في لحظة واحدة والإرث إنما يكون للمتأخر وهنا ليس هناك متأخر الحالة الثالثة أن يجمل الأمر فلا ندري أيهم مات أولا يحتمل ويحتمل فهذا موضع لاجتهاد لأهل العلم فالجمهور ومنهم لا إما الثلاثة أبو حنيف ومالك والشافع لا يورثون بعضهم من بعض لأن الإرث لا يثبت إلا باليقين وهذا محتمل فلا يرث فلا يرث فلا يرث حينئذ ولهذا يقول النظم وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عما الجميع كالحرق ولم تعرف حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهقي هذا مذهب الجمهور عند الإمام أحمد رحمه الله وجماعة أنه يورث يقدر يجعل لهم تقديرين يقدر حدهم مات أولا ثم تقسم تركته على ورثته الأحيا وعلى من مات معه ثم يجعل لمن مات معه مسألة وتقسم على ورثته تقسم على ورثته ثم يجعل نصيبه من من ورث منه لورثته لورثته هو والآخر مثله والآخر مثله يفرض أنه مات أولا وتقسم تركته على ورثته وعلى من مات معه وما حصل لمن مات معه فإنه يكون لورثته هذا من باب الاحتياط لأن الأصل بقى حياة الوارث بعد موت المورث الأصل فنحن نبقى على هذا الأصل حتى يتبين خلافه ما دم الأمر محتمل في كل الاثنين أنه مات قبل الآخر فإننا نعمل بالاحتياط هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله المعروف وفي رواية عنه مثل مذهب الجمهور وهذا هو الصحيح أنه لا يورث أحد من أحد ما دام الأمر مشتبه لأن الإرث لا يثبت مع وجود الاحتمالات نعم أحسن الله إليكم قال إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار أو غربة يعني ماتوا في بلد غربة ولا يدر أيهم اللي مات الأول نعم وجهل السابق بالموت جهل أما إذا علم فهذا ما فيه إشكال أو علم أنهم ماتوا جميعا فلا إشكال نعم ولم يختلفوا فيه نعم لم يدعي كل واحد من ورثة من ورثة أحد الميتين أنه مات أولا فإن ادعى أحدهم أن من ورثه مات أولا فإنه حينئذ لا توريث لأن ليس قبول أحدهم بأولى من قبول الآخر نعم ورث كل واحد من الآخر أما إن ادعوا جاء ببينة يعمل بها أما إذا لم يأتي ببينة وإنما مجرد دعوة هذا يدعي المورث هو اللي مات الأول والآخر بالعكس يدعي أن مورثه هو الذي مات الأول فحينئذ لا ترجيح لأحدهما فلا تورث نعم ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله من تلاد ماله يعني من القديم دون ما ورثه منه دون ما ورثه منه لألا يرث الإنسان مال مال دفعا للدور دفعا للدور يعني كونه يرث مال نفسه نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب ميراث أهل الملل نعم هناك موانع من الإرث هناك موانع من الإرث قال الناظم ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين إذن موانع الإرث ثلاثة الأول الرق والثاني القتل والثالث اختلاف الدين نحن الآن في هذا الباب في الثالث وهو اختلاف الدين فإذا كان المورس على دين والوارس على دين آخر على دين آخر فلا توارث لأنه إذا اختلف الدين فلا تناصر بينهما ليس بينهما تناصر فلا توارث بينهما هذا إذا اختلف الدين كاليهودي لا يرث من النصراني والنصراني لا يرث من الوثني والوثني لا يرث من الكتاب وهكذا والكفر ملن شتى على الصحيح لا توارث بين أهل ملتين لعدم التناصر والموالاة بينهما والله جل وعلا يقول أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض هذا ما فيه موالاة لاختلاف الدين نعم فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم لاختلاف الدين واليهود لا يرث النصران والكتاب لا يرث الوثني وهكذا نعم أحسن الله إليكم قال لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا بالولاء وهو العتق إذا كان الكافر معتقا للمسلم ومات المسلم فإن الكافر يريثه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق الولاء لحمة كلحمة النسب وكذلك العكس لا يريث المسلم الكافر إلا إذا كان الكافر عتيقا له فإنه يريثه بالولاء لعموم الحديث والقول الصحيح أنه لا توارث مطلقة لا بالولاء ولا بغيره بين المسلم والكافر لحديث سامة بن زيد رضي الله عنه للصحيحين لا يريث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر وهذا عام في الولاء وغيره نعم حسن الله إليكم قال لا يريث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء هذا على رواية نعم بالولاء على رواية والصحيح أنه لا توارث مطلقة نعم ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن إذا كانت ملتهم واحدة كاليهود أو النصارى ولو كانوا مختلفين الدار فاليهود يرث اليهود مطلقة والنصراني يرث النصراني ولو كان بعض اليهود ذميين توخذ منهم الجزية وبعضهم مستأمنين دخلوا بلادنا بأمان وبعضهم حربيين وهو الذين ليس بيننا وبينهم أمان فما داموا أنهم كلهم يهود يتوارثون وما داموا أنهم كلهم نصارى يتوارثون ولو اختلفت ديارهم لأنهم يجمعهم دينهم قال ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن إذا كانوا على ملة واحدة الذم عرفنا هو الذي يدفع الجزية ويكون له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين الذم هذا الذم والحربي وهو من لا عقد بينه وبين المسلمين الذي أعلن عليه الحرب والمستأمن والمستأمن والذي دخل بلادنا بالأمان ولا يدفع جزية يعني معه إقامة فقط لمدة محددة ثم إذا انتهت إقامته يخرج هذا مستأمن وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها أهل الذمة أصناف منهم يهود ومنهم نصارى ومنهم مجوس فإذا كانوا من دين واحد كاليهود بعضهم مع بعض فإنهم يتوارثون أو كانوا نصارى بعضهم مع بعض فإنهم يتوارثون أو كانوا مجوسا بعضهم مع بعض فإنهم يتوارثون فيما بينهم أما العكس لا أنه يرث الذمي اليهودي يرث الذمي النصراني لا لاختلاف الدين أو النصراني يرث المجوسي لا لاختلاف الدين هذا كتابي وهذا وثني فلا توارث بينهم وإن كانوا كلهم أهل ذمة كلهم يدفعون الجزية لا توارث بينهم قال مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها نعم مع اتفاق أديانهم إذا كانوا كلهم يهود أو كلهم نصارى أو كلهم مجوس فهم يتوارثون أما إن اختلفت أديانهم فإنهم لا يتوارثون ولو كانوا كلهم ذميين قال وهم ملل شتى هذا هو الصحيح أن الكفر ملل شتى ولا توارث بين أهل ملتين كيهود مع نصراني أو نصراني مع مجوسي أو مجوسي مع وثني أو وثني مع ملحد لا يدين بدين من الأديان فلا توارث بين الكفار إذا اختلفت أديانهم لأنهم ملل شتى ومن العلماء من يقول الكفر ملة واحدة الكفر ملة واحدة دون نظر إلى أديانهم فيتوارثون إذا كانوا ملة واحدة فهم يتوارثون يرث اليهودي الوثني والوثني يرث النصراني لأن كلهم ملة واحدة فيتوارثون لكن هذا خلاف المشهور عند أهل الملة والقول الثالث أن الكفر ثلاث ملل اليهودية ملة والنصرانية ملة والإسلام ملة فلا توارث بين أهل ملتين من تلك الملل الثلاث نعم والمرتد لا يرث أحدا أما المرتد والعياذ بالله وهو الذي كفر بعد إسلامه بأن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام هذا يسمى بالمرتد لأن أصله مسلم ثم ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فارتد ومات على ردته أو قتل مرتدا فهذا لا يرثه أحد هو لو مات قريبه ووحي لا يرثه هو مرتد ولو كان كافرا المرتد لا يرث ولا يرث وإذا مات هو فإن أقاربه لا يرثونه بل ماله يصادر لبيت المال لأنه لما ارتد زال ملكه لما ارتد زال ملكه عن ماله فإن تاب رجع ماله إليه وإن مات على ردته فماله منزوع منزوع من ملكه ليس له مالك والمال الذي ليس له مالك وين يروح لكل بيت مال المسلمين مثل الفي مثل الفي فالمرتد لا يرث ولا يرث لا يرث لو مات قريبه لأنه مرتد ولا يملك المرتد لا يملك منزوع الملكية محجور عليه ولو مات هو لم يرثه قريبه لأنه ليس له ملك بل ملكه يكون ليس له مالك فيرجع إلى بيت المال هذا معنى قوله والمرتد قال والمرتد لا يرث أحدا وإن مات على ردته فماله فيئ نعم أما لو تاب لو تاب ورجع إلى الإسلام فماله يرجع إليه ويورد عنه يريث وأقاربه المسلمون نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا طبعا هذا يا شيخ فيما إذا علم أنه مرتد حال وقر عليه لأن الارتكاب الردة قد يكون أحيانا يقع الناس بعضهم في الردة بالاستهزاء والسخرية ولا يقام عليه أنه مرتد وقيم عليه حد يعني الناس يؤخذوا بالأحكام فيما علمهم إذا ثبتت ردته عند الحاكم هذا الذي يسمى تجرى عليه الأحكام أما إنسان يرتد فيما بينه وبين نفسه فهذا ما علنا منه نحن مالنا للظاهر أو لو زعم أحد قرابته أنه ارتكب ناقضا وقال أنه صار مرتد يطاع في ذلك لازم من عند الحاكم لازم يأتي شاهدان يشهدان عليه أو هو يعترف عند الحاكم بالردة لا بد من إقرار أو شهادة شاهدين على ردته أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا مستمعين الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبال العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح شكر الله لفضيلته ما تكرم به من البيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته